طيب احنا كلمنا كتير يا سيادة اللواء عن تسليح القوات المسلحة عن استراتيجية القوات المسلحة عن وعيها الكامل بمحددات الامن القومي لكن عايزين نتكلم ايضا على الجندي المصري من يعني يتواجد داخل القوات المسلحة وبيضحي بروحه في اغلب الاوقات ازاي ايضا خلال ست سنين جهزنا ليكون جندي رفيع المستوى انا برضو بشكرك على هذا السؤال ليه؟ الفلسفة بتاعت الجندي في القوات المسلحة تغير الفترة اللي فاتت لما يكون عندك انت دبابة ام وان اي وان كلها بتشتغل كمبيوترائز لا يمكن تقبل ان الا الجندي اللي موجود الرامي او السواء او المزخر او رئيس اوقات الدبابة لازم يبقى مهلات عليا ايه ولذلك انت لما اول مرة جتلينا الدبابات دي وجوم الامريكان يشوفوا ما كانوش مسدقين الجندي اللي قاعد هو خريه كلية الهندسة منوف التاني مهندسة عن شمس اصبح الدبابة اللي تسوي ملايين دي احنا عطين فيها خلاصة الجندي المصري فانت ما عادش بقى الجندي بتاع زمان الذي لا يقرأ ولا يكتب اه الحاجة اللي عايز اركز عليها كلنا شفنا المسلسل بتاع لي اختيار ايه وشفت العلاقة حاليا بين الظابط وبين الجندي شكلها ازاي وتعالى يا وحش وبعدين لو عنده مشكلة بيشوفها له الولد بيتجاوز بينزل الظابط بتاعه دي النهاردة الروح اللي فعلا صدقني موجودة في القوات المسلحة ان الجندي روحه المعنوية مهمة جدا وانا كنت مديري الشؤون المعنوية كنت سبع سنين كنت مسؤول عن رفع الروح المعنوية لولدنا قواتنا لما كانوا في صرايفو كنوا كل اسبوع لهم طيارة بتروح وجايبان لهم الجوابات وجايبان لهم العيد كان الكحك بيروح لهم قواتنا اللي في الصومال فما فيش الجندي روحه المعنوية هي اهم حاجة عندنا ولذلك ساعة الحرب وساعة الزنقة بيتلاقيه مقدم روحه قبل اي حد واعتقد صدقني المسلسل بتاع الاختيار كان خير ودليل على ان هذا الجند المصري جند عظيم يعني يقولك انا عايز احارب بس يديني السلاح والديني الوقت عشان ادافع عن هذه البلد